من حلقات المطابخ العربية الأسبوعية حنزور مطبخ أثر على كل المطابخ العربية وانتشر بكل العالم بحلقة اليوم الشاف اللي حيخدنا برحلة على المطبخ السوري لنكتشف أطيب أطباقه هاي شاف هاي مالك كيفك اليوم؟ نشكرا الله شو اليوم عنا أكل طيب أكل سوري اللي هو كتير مش بها أكل معاكيد الأكل الشام بالإجمال مظبوط ومكهته مميزة المطبخ السوري لأنه من أعطاء المطابخ الموجودة بالمنطبخ أقدم المطابخ مظبوط 100% وطعمته مثل ما نعرف بيقوله الشام هي للطبخ الشام تلع منها لها الطبخات الطيبة الدسمة الدسمة أوقات أوقات مش مرة كله دسم بس بس بالنهاية هالأكلات اللي هي اليوم نحن نعرفها موجودة ساخد كتريم هذا كل العالم أوكي أول طبق هنعمله هو الفريك الفريكة الفريكة أكيدة حتى بفلسطين كتير مشهورة بلبنان كتير مشهورة بلبنان فهو طبق بيقوله لنقول موحد من البلاد بس كل واحد بحطه عمطه هنحط بقلبه بازيلا وجزر وفطر وفطر أوكي هناخد أول شيء كيه تامجر ونبلش نقلها الخضرة كلها مع بعضها منطلما نعرف المشروم هيعطينا الطعام الترابي الطيبة مرة خبرتني عن مشروم بيطلع بسوريا فطر بيطلع بسوريا كما اسمه ليه بيقوله انه سعره شوي غالي هلأ هو مثل الترفل عيدا بيشبه الترفل هو الترفل نوع من الفطر اللي كتير غالي صاره ونادر هدلع مصير نادر أكيد أكي صار لأنه بيطلع بغابات عادة أن بتكون مظلمة وفيها كتير دول مش عتمة بس أنه فيها كتير شايد شقوله ظلال أكي هدل هو بيطلع بس بموسم معين بالسنة بيكون في رعد بسوريا نفس الشيء بيطلع بالصحرة بالإجمال وادخوا في رعد بيطلع لونه شوي هيك بني فاتح بيستعمل كتير حتى بتلاقي منه عطول كياس مجلدة بيستعمل كتير بالطبخ وطعمته أكيدي مثل الفطر أقوى شوي بيجي لونه غامر شوي بني نقول بني فاتح بني فاتح عطولنا إحنا بالشتاء منفتش على أكل دسم وأكل نكهته كتير قوية إيه برأيك؟ مش دسم دسم نعتبر دسم أنه يعني بنصح أو بتحس أنه نكهته أقوى الأكل الشتوي كتير قوية لأنه بيتركز على غلي أكتر شيء بتعملي خانة مغلية فتحسبت بتعقد بتعقد هيته الزوم فبتزيد هالطعم فيها بتعطيها طعم أقوى ترجمة نانسي قنقر